عالجزائر لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الاحسان يا فاديك نوع بلوان بوي شاشع في لكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان لكن أنا حاول أن أختصر الحديث عنه في نقط التيار المدخلي ينتسب إلى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ربيع بن هادي المدخلي من موليد أظن سنة 1932 أظن كان رجل أستاذ في الجامعة يعني كعشرات الأساتذة هو ليس من المؤلفين المشاهير ولا من الخطبة المشاهير ولا من الفقهاء المشاهير رجل اختصاصه في الحديث وأنا تقريبا طلعت على تقريبا كل الكتب التي ألفها لم أجد فيها فقه عظيم إنما وجدت فيها ضحالة في الفكر بساطة في اللغة ولكن هذا الرجل أنا لست أتهمه في نيته أعوذ بالله ولكن رجل يعني له تعصب شديد للسنة حماس شديد للسنة ولكن قصر النظر في المآلات ولكن قتح نقول لك وما الإشكال في ذلك ومن إشكاله في ذلك اليد التي اختارت هذا الرجل عرفت من تخير رجل فيه المواصفات كلها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أصرت له كما نوبل الذي صنع الديناميت ولم يكن يدري الخراب الذي سيحجزه في الدنيا كذلك الشيخ ربيع صنع فكر وهذا الفكر للأسف الشديد صنع خراب في الدنيا صنع خراب في صحوف أهل سنة والجماعة وسنظل لسنوات وربما لظهور نوعاني من الغصص التي صنعها الشيخ ربيع فأختصر بعض النقاط وبعض المؤخذات على هذا الفكر أولا الفكر هذا كما قال الشيخ الخضر المقبل يبيع ولا أهول خارج يعني أنت حتى تكون سني وحتى تكون إنسان معتدل على منهاج الله وحتى تكون من طائرفها الناجية لازم يجب أن تجد الاعتماد مع ان الشيخ ربيع أو من الناس ليعطاهم الشيخ ربيع العتمت وهذه خطورة كبيرة وعنده ممثلين هنا في الجزائر ما عندهش ممثلين عنده كارثة من الممثلين والأسف الشديد هذا التيار اجتاح الآن الساحة الدينية هنا في الجزائر 상태ار هذا اجتاح ساحة الدينية في الجزائر الشديد فعلى مستوى الجامعات ولا على مستوى الجوامع ولا على مستوى الساحة الدينية عموما فمصيبته الأولى كما قلت أنه تيار يبيع الولاة أو للخارج أنك أنت ما توليش من الطائفة الناجية ولا من الفرقة المنصورة ولا تكون إنسان معتدل ولا تكون إنسان على السنة ولا على الصراط المستقيم إلا إذا كان جبت الاعتماد مع أن الشيخ ربيع أو من عنده وكل الشيخ ربيع في الجزائر هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية المنهج هذا مصيبته أنه فسر الحديث اللي كنا نتكلم عنه مقبير وستترق أمتي على ثلاثين وسبعين فرقة فسر هذا الحديث على الجماعات العاملة في الساحة تنظيمية يعني تنظيمية على الجماعات العاملة في الساحة الجماعات هذه العاملة في الساحة أعتبرها طوائف وفرق يعني الأحزاب سياسية تقصد إذا صح التعبير أعتبرها أحزاب دينية منحرفة على منهاج الله تعالى وهذه مصيبة كبيرة هذه الجماعات العاملة في الساحة الجماعات الموجودة في الساحة الدعوية ليست طوائف ليست فرق أبدا الحاجة الثالثة أنه هذا المنهج مصيبته أنه قابل الغلوب بالغلوب وش مع أنتها قابل الغلوب بالغلوب هذا المنهج يزعم أنه يحارب الفكر التكفيري الداعشي على عيننا وعلى رأسنا نحن كلنا نحارب الفكر التكفيري الداعشي الدموي لكن بالمقابل أنه غلى في جاهة الإرجاء أنه محى من الدين الأمر المعروف أنه على المنكر وتحكيم الشريعة والولاء والبراء إلى غير ذلك يعني منهج أراد أن يقتل الدين من ناحية الأخرى المصيبة الأخرى كذلكم أنني منذ سنوات أنا كتبت واحد المقال عنه أنه كان بعض الناس استغربوه ولكن الأيام صدقت للأسف الشهد وللأسف الأيام والسنوات صدقت ما كنت قد كتبته وقلت المدخلية عش التكفير القادم صنة الله تعالى في الطوائف الطوائف والفرق التي ظهرت في التاريخ أنها ستتحول إلى طوائف دموية ويعجبني كثيرا قول إمام أيمة أهل السنة في القديم اللي هو سفيان ثوري رحمه الله تعالى يقول أهل الأهواء كلهم خوارج اختلفوا في الإسم واجتمعوا على السيف ما معنى ذلك؟ أنا قلت بأنه سيأتي يوم هذه الفكر المدخلية عود هالي أستاذ عود هالي أهل الأهواء كلهم خوارج اختلفوا في الإسم ولكنهم جميعا يجتمعون على السيف اسم سميروح كمح بتألسونا جماعة اسميروح معتزيلة شو الأخ محمد؟ في النهاية أنت دموي دموي هؤلاء الناس لما تسمحهم يتكلمون عن الحقد على إخوانهم من المسلمين هؤلاء الناس أسقطوا الرموز والمرجعيات في العالم الإسلامي المداخل هذا؟ كل الدعاة وكل علماء وكل أخيار من عباد الله تعالى أسقطوهم ولمعوا بالمقابل النكرات كانوا موجودين في زوايا النسيان عندما تسمحوا الناس عندما تسمعوا واحد كما رسلان في خطباته تحسب بأنه رجل مجنون يتكلم إنسان يعني يملأ الأجساد بالحقد شكونا رسلان هذا؟ أنا لا أعرفه أستاذ ذلك ما أنا جايك قلت أنا بأنه أنا كنت نقول بأنه المداخل سيتحولون في يوم من الأيام إلى ميليشيات دموية لأنه المبررات يعني بين قوسين المبررات الدينية والمستندات الدينية موجودة سيطبقون علينا جميعا أحاديث الخوارج سيئتي اليوم وقد وقع هذا منذ أيام لما قتل واحد من علماء السنة في ليبيا اللي هو نادر العمراني رحمه الله تعالى وجاء واحد من الذين ارتكبوا هذه الجريمة وسلم نفسه وبان بأنه من أتباع هذا الفكر وكائن واحد حتى من تلاميذ رسلان رغم أنني قد سمعته يدير بيان ويتباكى ويتبرأ من هذا الفعل أنت اللي صنعت الديناميت هذا كيف تتبرأ؟ هذا صدر رسلان المصري هذا المصري لما تسمعه في الخطبة أنا سمعته ورأيته في الخطبة أستاذ بالمناسبة احنا عندنا تجربة في هذا الميدان في الجزائر وينو نشوف أبرون لزيس بري تعدى جانا كذا يا شباب مساكن شوف أخ محمد كان واحد من الفلاسفة كما يقولوا يعني مارسوا الإرهاب هذا وليس نشوف أبرون شوف كان واحد من الفلاسفة اللي هو فولتار يقول كلمة حق كما قال الله تعالى لما صدق قول كلمة سباق قاله وكذلك يفعلون يقول من قال لك اليوم اتبعني وإلا غضب الله عليك سيقول لك غد اتبعني وإلا قتلتك هؤلاء الناس ينظرون جميعا بأننا ينظرون إلينا جميعا بأننا من كلاب النار ينظرون إلينا أنا سمعت رسلان في خطبته وهي موجودة على اليوتيوب يقول لا تلقوا عليهم السلام ولا تردوا عليهم السلام ولا تبيعوا منهم ولا تشتروا منهم ولا تساكنوهم ولا تساكنوهم ولا تكلموهم هذا الأحقاد شكونا هذا اليهود والنصارى كما قال لك ليته قال الكلام هذا عن اليهود والنصارى بل على إخوانه المسلمين لما شاب تح 25 ولا تح 20 ولا تح 24 سنة لم يسمح الكلام هذا ومعض تقول له أنا أبرأ إلى الله تعالى من الدماء وقد قال الله تعالى ومن يقتل أنت هذه المعطيات تؤدي إلى هذه النتائج طيب ما موقع هذا الفكر هنا في الجزائر يعني وش هو الموقع التاعوى موقعه اسمح لي في كلمة واحدة موقعه أن هذا الفكر الذين صنعوه وأنا أقول لدي من الأدلة بالأسماء أن هذا الفكر لما صنعه أول ما صنعه هناك صنعه في مخابر من أجل أهداف معينة وقد حقق الأسف الشديد كثير من الأهداف هذا الفكر اليوم اشتاح العالم الإسلامي واشتاحنا كذلك نحن في ديارنا هوي شاشع في الأكواد يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان في الجزائر لا معزين تلو صحراب نور الدين وشعب بخلاقه رزين ربي بارك دي الأوزان تلو صحراب نور الدين هوي شاشع في الأكواد يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان تلو صحراب نور الدين تلو صحراب نور الدين